ولان مصر بقت دولة الهوس ولان الاعلام المصري بيهوس المصرين اكتر بلغ عن جارك لو كان ارهابي بلغ عن جارك لو كان اخواني بلغ عن جارك دلوقتي الجديد بقى لو كان شايل عالم تركيا بلغ عن جارك لو هو مش واقف او واقف واقفة حياد يعني لا مع تركيا ولا مع الحرب بلغ عنه برضو الجديد بقى بلغ عن جارك او عن زميلك في الشغل النيابة الإدارية تستقبل بلاغات المواطنين عن الفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة يلا بقى ولعوا بعض بقى يعني دولة المجانين بقى كل واحد بقى بتدقي من واحد أو واحدة يعني جزء ما تدهاش الأيمة تجي مبلغ عنه الداخلية تجدد مناشرة المواطنين للإبلاغ عن الإرهابين بمكافأة نطس مليون جنيه الجيش المصري يخصص أرقام هاتفية للإبلاغ عن الإرهابين المالية إعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيا يلا بلغ الدرائب تخصيص أرقام للإبلاغ عن حالات التهرب من دفع الفواتير الوزراء رقم واسم للإبلاغ عن أي رسائل تحرضية أو أحداث شغب الداخلية تطلق الخط الساخر لتلقي بلاغات التحرش ما شاء الله والله ما شاء الله لا ودلوقتي بقى بلغ عن جارك لو مش واقف مع الجيش لو واقف على الحياة بلغ عنه ده أخطر هم قالوا كده في البيان مصر الهوس والجنون الحقيقة ربنا ينتقم السيسي وإعلامه